السلام عليكم تلاميذ الصف السادس لابتداء درسنا لهذا اليوم لمادة العلوم مراجعة الفصل التاسع المفردات اكمل كل من الجمل الآتية بالكلمة المناسبة الشفافة شبه الشفافة المعتمة خسوف القمر كسوف الشمس المرآة المستوية المرايا الكروية العدسة النقطة الأولى من المفردات يسمى السطح المسؤول المستوي العاكس للضوء بالمرآة المستوية اذا المرآة المستوية هو جواب النقطة الأولى من المفردات النقطة الثانية يحدث فراغ عندما يقع القمر بين الأرض والشمس يحدث كسوف الشمس جوابك كسوف الشمس كسوف الشمس هو جواب النقطة الثانية من المفردات النقطة الثالثة يحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر جواب النقطة الثالثة هو خسوف القمر خسوف القمر هو جواب النقطة الثالثة من المفردات النقطة الرابعة الورق المقوى من المواد تقول المعتمى للظوء المعتمى للظوء إذن جواب النقطة الرابعة هو المعتمى جواب النقطة الرابعة النقطة الخامسة المواد التي تسمح للظوء بالمرور من خلالها هي المواد الشفافة نقول المواد الشفافة هو جواب النقطة الخامسة من المفردات نقطة السادسة من أنواع المرايا الكروية المرآة المقعرة والمحدبة إذن جواب نقطة السادسة هي المرايا الكروية المرايا الكروية هو جواب النقطة السادسة من المفردات النقطة السابعة يسمى الجسم الشفاف الذي يعمل على أحداث انكسار للضوء الصاقط عليه بالعدسة إذن العدسة هو جواب النقطة السابعة من المفردات النقطة الثامنة الزجاج المحبة من المواد شبه الشفافة الزجاج المحبة من المواد شبه الشفافة إذن الشبه الشفافة هو جواب النقطة الثامنة من المفردات نأتي إلى فقرة المفاهيم الأساسية اختار الإجابة الصحيحة يعد الضباب على وفق مرور الضوء من خلاله من المواد أليف شبه الشفافة باء المحتمى جيم العازلة دال الشفاف بابا جوابك تقول شبه الشفافة جواب هو أليف نقطة العاشرة عندما يسقط الضوء على عدسة فإنه أليف ينكسر باء ينعكس جيم يمتص جيم ينعكس أولا ثم ينكسر بابا جوابك أليف هو ينكسر نقطة الحادية عشر كيف يمكن قراءة الصفحة الآتية كيف يمكن قراءة الصفحة الآتية يمكن قراءة بالعدسة المكبرى هو جواب نقطة الحادية عشر نقطة الثانية عشر اذكر أمثلة لأجسام شفافة وسبه الشفافة مثال الأجسام الشفافة هو زجاج الصافي وأمثلة للشبه الشفافة هو الزجاج المحبب إذن السام الشفافة الزجاج الصافي وشبه الشفافة زجاج المحبب النقطة الثالثة عشر كيف يمكنني أن أرى الجسم المحتم؟ الجسم المحتم يرى بلون الضوء الذي ينعكس منه جوابك يقول الجسم المحتم يرى بلون الضوء الذي ينعكس منه نقطة الرابعة عشر لماذا يمكنني الرؤية من خلال الهواء والماء وذلك لأنها مواد شفافة يعني الهواء والماء لذلك يمكنني الرؤية من خلالها لأنها جوابك تقول لأنها مواد شفافة تسمح بمرور الضوء من خلالها إذن لماذا يمكنني الرؤية من خلال الهواء والماء لأنها مواد شفافة تسمح بمرور الضوء من خلالها نأتي إلى مهارات عملية العلم صفحة 175 مهارات عملية العلم أجيب عن الأسئلة الآتية بجمل تامة التصنيف لدي مواد زجاج وخشب ومعدن وورق لماع وبلاستيك وبلاستيك أصنفها إلى مواد شفافة يعني صنف هذه المواد إلى مواد شفافة وشبه شفافة ومحتمى وسجل إجابتي في جدول المواد الشفافة المواد المحتمى المواد شبه شفافة المواد الشفافة هي الزجاج المواد المحتمى خشب ومعدن المواد شبه شفافة ورق لماع وبلاستيك نأتي إلى السؤال السادس عشر السبب والنتيجة لماذا تبدو الكرة الشفافة الزرقاء بلونها الأزرق عند سقوط ضوء أبيض عليها بابا جواب السؤال السادس عشر نقول لأن الكرة لماذا تبدو الكرة الشفافة الزرقاء بلونها الأزرق عند سقوط ضوء أبيض عليها نقول جوابك جواب السؤال السادس عشر لأن الكرة الشفافة الزرقاء تمتص جميع ألوان الضوء الأبيض لأن الكرة الشفافة الزرقاء تمتص جميع ألوان الضوء الأبيض الساقط عليها عدى اللون الأزرق فينفذ من خلالها ويصل إلى العين فتراه باللون الأزرق نقول لأن الكرة الشفافة الزرقاء تمتص جميع ألوان الضوء الأبيض الساقط عليها عدى اللون الأزرق فينفذ من خلالها ويصل إلى العين فتراه باللون الأزرق هذا جواب السؤال السادس عشر الجواب السابع عشر كيف يحدث كسوف الشمس؟ كيف يحدث كسوف الشمس؟ بابا جواب هنا نقول يحدث عندما يقع القمر يعني يحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر بين الأرض والشمس عندما يقع القمر بين الأرض والشمس وتمر الأرض في ظل القمر وهو في طور المحاق إذن يحدث عملية كسوف الشمس تحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس وتمر الأرض في ظل القمر وهو في طور المحاق هذا جواب السؤال السابع عشر سؤال الثامن عشر ما الذي يحدث عند سقوط ضوء على جسم أسود؟ يقول بابا جوابنا الجسم الأسود يمتص جميع ألوان الضوء الجسم الأسود يمتص جميع ألوان الضوء النقطة التاسع عشر ماذا أتوقع أن يحدث لطول ظل جسمي خلال نهار مشمس ماذا أتوقع أن يحدث لطول ظل جسمي خلال نهار مشمس بابا جواب هنا جواب السؤال التاسع عشر طول ظل الجسم يتغير خلال نهار مشمس طول ظل الجسم يتغير خلال نهار مشمس فيكون الظل طويلا عند شروق الشمس وقصيرا عند الظهر إذن يكون طول ظل الجسم يتغير خلال نهار مشمس فيكون الظل طويلا عند شروق الشمس وقصيرا عند الظهر التفكير الناقد لماذا يكون شكل ظل الجسم مشابه إلى حد ما لشكل الجسم الذي تكون له بابا جوابك نعم يقول لأن الجسم لا يسمح بمرور الظهر من خلاله فتتكون خلف الجسم منطقة مظلمة وهذه المنطقة المظلمة هي الظل تشبه الجسم نعيد الجواب يقول لأن الجسم لا يسمح بمرور الظهر من خلاله فتتكون خلف الجسم منطقة مظلمة وهي الظل تشبه الجسم السؤال الواحد والعشرون لماذا لا يتكون ظل للجسم الشفاف لماذا لا يتكون ظل للجسم الشفاف بابا جوابك نعم نقول لأن الجسم الشفاف يسمح بمرور الضوء من خلاله فلا تتكون منطقة مظلمة خلف الجسم الشفاف فهي الجواب تقول لأن الجسم الشفاف يسمح بمرور الضوء من خلاله فلا تتكون منطقة مظلمة خلف الجسم الشفاف السؤال الثاني والعشرون لماذا تبدو الأشياء داخل الماء أقرب إليك عند النظر إليها نقول وذلك بسبب انكسار الضو هذا كما موجود لمراجعة الفصل التاسع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته